عقدت وزارة المياه والبيئة بالعاصمة المواقعة عدن اجتماعا مشتركا مع عدد من موثري منظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل الكفيلة لرفع مستوى التنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني حول العمل المناخي وتطرق الاجتماع إلى عدد من المحاول المتصلة بشأن وضع خارطة طريق لآلية التنسيق المشترك بين الجانبين والدور المناط لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي وكيفية الاستفادة من خبرات وقدرات كوادر منظمات المجتمع المدني في المشاركات الخارجية لدعم الجهود الحكومية وفي الافتتاح أشارى وزير المياه والبيئة المهندسة وفيق الشرجبي إلى الدور الأساسي الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في العمل الإنساني والتنموي والمناخي في البلاد خلال الفترة السابقة مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها مع منظمات المجتمع المدني والذي يعد هدفا أساسيا من أهداف التنمية المستدامة وأوضح الشرجبي بأن تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ واستخدام أفضل الممارسات لتحسين المرونة والاستدامة البيئية في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها بلادنا تعد من الأولويات الأساسية التي تحرص الوزارة بتعاون مع الجهات ذات العلاقة في التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والحد من آثارها استعرض وزير المياه والبيئة والجهات الحكومة ورؤيتها فيما يخص العمل المناخي والمتمثلة في بناء القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للحصول على التمويلات اللازمة للتكيف مع الآثار السلبية ولتغير المناخ على القطاعات الحيوية وقد أشاد ممثلون المنظمات بالمبادرة الطيبة من الوزارة في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضاء البيئة وتعزيز المناخ مؤكدين استعدادهم للتنسيق المباشر والتعاون الوثيق مع الوزارة وإحدى التغير المناخ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في إطار السياسات العامة للقطاع